في كده على السوشيال ميديا طبعا الناس عمالة بتتساءل مين الشخص اللي معاك بيزهر معاك في الفيديوهات في الفترة الأخيرة العلاقة اللي بتربط بيها اللي هو خطيبك هو ايه بالضبط فاهمين بقى القصة هم طبعا تساءلتهم ده بسبب ان انا من فترة قبل العملية على طول عملت ترند مع صديق ليه اسمه مستفى ايه فاكرا انا ترند ده بس ده ترند يعني انا طلعت وقلت يا جماعة انا عملت ترند كذا كذا اتخطبت الاول نزلت خطوبة فهم اخدوا بالهم ان هي خطوبة فلما حصل الجدل انا طلعت في كذا كناو قلت يا جماعة مستفى اودي كان ترند وكان شخص محترم وايه في جنبي علشان حاجة معينة في السوشيال ميديا اوكي وتقفى الموضوع ده طبعا وبدأت اعمل فيديوهات عادي تاني لما جيت اعملت مع دكتور محمد البتشانو اللي هو محمد خالد انا بعمل فيديوهات يعني انا معروف سمعيتي على السوشيال ميديا ان انا هند نودي ما فيش اي حاجة غلط بتعملها فانا عملت فيديوهات مجرد ان هي فيديوهات عادية يعني انا عاملاها كانها مجرد فيديوهات عادية انا اللي طلعت صرحت قلت هو خطيبي ولا طلعت صرحت قلت ان هو ترند هو لا خطيبي ولا هو ترند انا بشوف دايما الناس بتسألك هو ده خطيبي تسألك وامتى لا واللي مدعيني ان هو ترند لا يا جماعة انا مش هلعب بعقول الناس اكتر من كده انا كنت طلع عشان هدف معين في الاول وطبعا الناس استعطفت واحترمت اللي أنا قلته فدول فوق راسي فأنا مش هرجع عيد تلين دي تاني يعني أنا لما تخطب أنا أطلع الفيديو صريحة يا جماعة وقول ده خطبي مش هعمل معاه فيديوهات وحاجات زي لكن محمد خالد محمد ألبتشانو هو يعني غالي جدا على قلبي وبنعمل فيديوهات عشان إحنا حلوين مع بعض يعني إحنا كأصدقاء كريزمة حلوة جدا مع بعض كلا جماعة في السوشيال ميديا أن أي تنين بيظهروا مع بعض أصدقاء مكرمة